نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كمينا محكما استهدف مجامعة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة الريان شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش نصبت كمينا نوعيا لمجامعة من ميليشيا الحوثي حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبال الشهلة مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العديد من تلك العناصر فيما لاذ البقية منها بالفرار وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إعطاب طقم وعربة مدرعة فيما السعادة أبطال الجيش الوطني والمقاومة عددا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر وفي السياق استهدف الطيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وأليات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة شمال الجدافر وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات